ايه زيكم عاملين ايه وحشتوني كتير جدا النهاردة فيديو جديد روتين من اول يومي لاخر يومي واكل سيومي بقى وبصوا حاجات حلوة جدا وحاجات اول مرة عاملها بس طلعت جمدة جدا تابعوا الفيديو وما تنسوش تحطوا اللايك ولو انتو بتتفرجوا وما اشتركتوش في القناة اشتركوا فعالوا الجرس عشان نصلكم اي فيديو انا بنزله اول حاجة صحيت من نومي دخلت زائت الوردة بتاعتي ايه والوردة بقت خمس وردات بس وفتحت وبقت امر يعني انا كنت مشتريها وردة واحدة فمن اهتمامي بيها وكده فتحت وبقت خمس وردات وحبيت اورها لكم معايا وبعد كده دخلت اكلت البطيات بتوعي انا اشتريت بطيات ايه صغنتتين وبأكلهم حطت لهم علاف وحطت لهم مية بس ما صورتش الفيديو ده وبعد كده دخلت عملت كوباية الكافي ميكس بتاعتي اللي في الخمسين الصغيرة آآ بحط معلقتين سكر وبعد كده آآ هي عشان انا مسك التلفون بس بايدي فالدلدقت مني حبة همسحها برضو هنضف رخامتي اول بول آآ وهطلع اشربها وآآ آآ كده وهرجع بعد كده اشغل الغسالة آآ عملت دورة في اليوم ده آآ فحبيت اشارككو برضو انا التصوير وصورتها آآ انا ما نسيت يعني اصور الشوت بتاع المسحوق بس انا بحط هنا في الدرج آآ مكيال من آآ الريال اريال اوتوماتيك ومعلقة من او غطى من كلوركس الوان وغطى من الفانيش آآ بصوا يعني هي متسخ البنطرات الجنز بتاعت آآ شغل جوزي وصخة جامد فكنت بعملها يعني بزبطها على متسخ سقيل وبعملها عدافي موية دافية مش ساعة آآ وبس زي ما قلتلكم بحط مكيال من الريال ومعلقة او غطى من الكلوركس الوان وغطى من الفانيش وبعملها عدافي متسخ سقيل وبعد كده بشغلها انا عندي لسه برسيل جل ما استخدمتوش يعني انا كنت جايبة كزا مسحوق من الجهاز فاخلص حاجة واجرب حاجة تانية زي ما كنت بعمل برضو في صابون المواعين جايبة انواع كتير عشان اشوف ايه الافضل معي واجربه بعدين آآ هنا لقيت الغسالة وانا بقفلها موسخة شوية لاني احنا يعني بنحط ربيز او صنية الاكل عليها وادعك كله على الغسالة دي عشان هي في المطبخ فقلت لمحة كده بالخلطة اللي انا عملها في البخاخة بلمع بها خشب بلمع بها آآ مطابخ اسطح اي حاجة فلمعتها فانا بلمحة فصلت الغسالة فشغلتها من جديد بعد كده دخلت اعمل عطس اصفر آآ آآ بصوا بصراحة انا اول مرة في حياتي اعمله بس جوزي قال لي انا عايزه آآ فانا سألت مو مع الطريقة وبرضو فتكست كده من دماغي حطيت كم حاجة وطلع الطعم روعة 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 بجد جربوها يا جبكو جدا طبعا انا مش بنزل الفيديوهات كتير الايام دي لان الاكل كله سيومي فحسة انكم ممكن تزهقوا عشان احنا صايمين طبعا لو اخواتنا المسلمين ما يعرفوش احنا صايمين فكده يعني آآ اول حاجة العتس كل كباية عليها كبايتين مية فانا آآ غسلت كباية ونص من العتس وحطيت عليهم آآ تلات كبايات من الكباية ونص عتس عليهم آآ تلات كبايت مية وطبعا بيتغسل قبل ما يتسلق تمام بعد كده حطيت العتس في مية عالنار وحطيت آآ آآ بصلايا وطمط مية وجزرايا وآآ فصين ثوم مهروسين وملح وكمون وكسبرة وآآ عصير لامونة او نص لامونة عشان الحموضة وآآ التوابل كده خلطة بتاع التوابل كنت عاملاها آآ بحبها جدا يعني انا خلطة مفتكساها من دماغي كده هبقى اعملها لكم في فيديو واقول لكم بحط فيها ايه حلوة جدا بحطها على البطاطس آآ المحمرة بحطها على الطبيق بحطها على اي حاجة بتدي نكهة جمدة واخر حاجة حطتها معلقتين من الشعرية وهقلبهم مع بعض واسبهم آآ يتسلقوا آآ يعني هنراجع مع بعض العتس عليه كل كل كباية عليها كبايتين مية بعد كده بحط ملح وكمون وكزبرة وخلطة الملح دي تحطها وما تحطهاش براحتكم ومكعب ملقة خضار وآآ بصلايا وطمطمايا وجزرايا وفصين توم مهروسين ومعلقتين شعرية ونص اللمونة عشان الحموضة والشطة اختياري اخر حاجة انا حطتها الشطة وبغطي عليهم واسبهم يتسلقوا لحد ما يبقوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده آآ انا هنا خلاص كده اتسلق وجهز هروح اضربوا ضربتين آآ بالهند بلندر عشان الهند بلندر بتاعي ما بيوصلش عند البتجاز عشان ما فيش كهرباء فانا هاخد الحلة واروح على الرخام اضربهم واجهز معكم التشرة عبال ما اضربهم آآ هجيب معلقتين من الزيت وانا باستخدم زيت عافية آآ وعليهم فصين تلاتة من التوم المهروس انتوا تلاقوني بكتر من التوم بس انا بحبه يا جماعة بحبه بحبه يعني بحب التوم جدا بحب التشرة فهنا بحط الزيت والتوم وكسبرة كسبرة لازم في التشرة بتدي نكهة وريحة جمدة جدا وسيكة بسيطة من آآ الفلفل الاسود وما تتعلقوش على البتجاز البتجاز انا عارفة انه وسخ ليه سبعين ما نضفتوش بس هنضفه معاكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله آآ يعني هو عليه دهون وحاجات آآ هتطلع بسهولة مش مدعوك يعني آآ ماما قالتلي حطي آآ فايل بس فينا اسألتلي انه بيسد العيون بتاعة البتجاز وبيعمل مشكلة هنا انا كنت ضربت العتس بالهند بلندر ولو انتم عندكوش هند بلندر ممكن تضربوه في الخلاط عادي خالص وبعد كده بنزل عليه بالتشرة آآ زي ما انتم شايفين وبقى بجد طعمه طحفة تقدروا تكلوه بالعيش او تعملوه فتة زي ما انا هعمله دلوقتي آآ احنا بنكلوه بالعيش عادي يعني انا هعمل جزء فتة وجزء عادي هسيب جزء هجيب صانية كده واجيب العيش اللي هو اللي بنتحمس اللي هو الارقوش العيش المصر اللي احنا بنعمله في السعيد يعني في البيت ممكن المصروية لو حد بتابعني من وجه بحري ما يعرفش العيش ده بس احنا بنخبز العيش الشمسي ده في البيت وبنحمصه بينفع في شربة النابت وبينفع في البليلة وينفع في العتس بنكل بيه والشربة كمان اي شربة لحمة او فراخ بيبقى جميل جدا فهنا انا بقصر شوية وبغرقهم من العتس واقلبهم واسبهم على نار هادية متغطين بس بحط معلقتين مية يعني اطر العتس شوية عشان الغيش ده يتبل ويبوش فيعني تقدروا تاكلوه برضو بعيش مصري او عيش اي حاجة مش لازم فتة يعني فانا هنا بقريكم ان انا عملت فتة وسبت كمان شوية في الحلة ناكلو بعيش خالص عايز اقول لكم ان انا ما بحبش العتس خالص وعمري ما عملتو ببيت بابا بس جزي طلب وعملتو طلع رائع جربوه الوصفة دي هيعجبكو جدا بعد كده اه حماتي كانت جايبالي ارنبيطة صغيرة فقولت اسلقها اه واشيل حبة في الفريزر اه متتبلين وجهزين وحبة نقليهم النهار ده جنب العتس اه اول حاجة اه بنجيب شوية مية او مية على النار بنحط فيها ملح وكمون بس مفيش اي حاجة تانية غير الملح والكمون بعد كده بقطع الكرنبيط اه او القرنبيط آآ قطع كبيرة قطع صغيرة براحتك زي ما انت تحبي الحاجات دي اختيارية طبعا انا هنا قطعتها متوسط وحطتهم وهغطي عليهم واسبهم يتسلقوا واحضر معاكم الخلطة اللي هتسقط فيها قبل القلي آآ آآ يعني بجد برضو طلع الطعمها حلو انا ما كانش ليا في الاكل السيامي انا في بيت بابا كنت عايش على البطاطس المتحمرة والملوخية الصيامي بس بدأت اعمل اكله فول بقى وعس ومش عارفه عشان جوزي تمام انا دلوقتي يعني في بيت بابا عملت النفسي ما عملتش ما كانش حد هي حاسبني ان انا ما باكلش لكن دلوقتي هو اول حاجة بيسأل عليها قبل ما يجي من برا فين الاكل تمام فهنا آآ دقيق هجيبنا شوية دقيق ونحط عليهم ملح وفلفل وكمون وكسبرة وشطة اختيارية وبابريكا وكركم يبقى دقيق ملح آآ فلفل آآ كمون كسبرة شطة اختيارية آآ والبابريكا والكاري معلقات صغيرين يعني معلقة بابريكا صغيرة ومعلقة من الكوركم سوري كوركم مش كاري احنا بنحطه عشان اللون يعني ماشي يبقى له انه ده ايه جميل كده لما يتقلي بعد ما حطت التوابل كده بجيب ميا وبافضل اخلط آآ بحاول اخليهم مزيج آآ ولا هو سائل ولا هو تقيل يعني ولا تقيل ولا سائل بحيث اللهم لما تسقطيها العجينة او الخلطة دي تفضل عليها ما تسلتش منها او ما تتبلقش منها تاني لا تفضل عليها سبتة فانا هفضل ازود مياه نقطة بنقطة لحد ما اصل للقوام وهنضيف اضافتين تانيين هم مهمين بس لو انتوا عايزين تستغنوا عنهم ممكن تستغنوا عنهم طبعا لو في الفطار بنحط في الارنبيت بيد ولبن وكده بس طبعا دلوقتي مفيش الكلام ده فهنستكفي بالخلطة دي وصدقوني بجد طعمها حلو بتطلع متقرميشة من برا ومن جوه جوسي كده بصوا عسل عسل جربوها تجيبكو بجده آآ كده الكوامل اللي انا وصلت له اهو بصوا هوريكو تمتاخدي بالمعلقة وتدلقي آآ حلو كده بعد كده بنحط آآ فصين توم مهروسين آآ طبعا انا بتلقوني بحط التوم تجمد انا آآ عاملة كمية كنت عاملها معاكو في اول روتين وبشيلها في الفريزر بتسهل علي جامد يعني بفرومها وبتبقى جهزة عندي بعد كده بنجيب اي نوع خضر عندك وسبرة شبت آآ بقدونس اي نوع انا هنا كان عندي شبت كانوا حبيتين صغيرين فهقصهم قصائص صغنططة كده بالمقص وتبقى جهزة اي نوع اه حاجة خضرة يعني بقدونس كسبرة شبت اي حاجة عندك مش هتقول لا انا كان عندي شبت فقلت اشتا يعني هيمشو الغرض مش هيقول لا وبعدين بدوب التومة كده بس عشان هي متجمدة وخلط الخليط ويبقى كده جاهز معايا آآ للألي على طول تمام آآ جربوا وصفة العدس وجربوا الوصفة دي هتعجبكو جدا وان شاء الله الفيديو اللي جاي هعملكو فول مدمس اللي ورته لكو انا بفرزه بجد كان رائع رائع وعجب كل البيت هنا آآ هنا انا تعودت على حاجة ان انا بصبن الموعين اول باول اللي انا بستخدمهم لاني لما بتتكوم علي بيبقى الحوار صعب وكل ما شوف الحوض وهو مليان بتخنق واطلع ولو يعني خلاص في عايزة نضافه وكده ممكن ياخد معايا تلاتة اربع ساعات فبجد حاجة صعبة فانا دلوقتي تعلمت ان انا كل ما اوسخ حاجة ادخل اخسلها فانا آآ غسلت هنا المقص اللي استخدمته والمعلقة والصانية دي كنت اكل عليها والعلبة دي انا بشيلي البقدونس والحاجات الخضرة في علبة بلاستيك لاني الكيس بيبوزها هي الخضرة ملهاش روح يعني بتبوز بس في العلبة بتحافز عليها اكتر شوية من الكيس تمام فانا غسلتهم وخلاص شطفتهم وهروح بس اتبل الارنبيطة ولو انت بتتفرج الحد دلوقتي وما حطتيش اللايك طلعي عملي لايك عشان ما زعلش منك ولو انت تتفرجي علي ولسه مشتركتيش اشتركي في القناة عايزين نكبر بقى او نحتفل بالمئة الف ان شاء الله رائع تمام هنا بدأت بعد ما غسلتهم شطفتهم وهحط كل حاجة مكانها الحوت شايفين ونضيف مفوش حاجة لان كان في موعين كتير واما يعني اخت جوزي صغنانة كانت عندي بنعمل بيتزا وكده فهي ساعدتني فيهم وغسلتلي غسلتلي موعين وبتاعه انا نضفت الحوت خليته بيلمع غسلته النهاردة يعني بكلوريكس جيل بس ما عملتش الخلطة اللي انا متعود عليها فالحوت نضيف مش محتاج دعك ولا حاجة فانا هشتف دول وهنشف الحوت وخلاص كده مش هدعك فيه ولا اي حاجة لانه مش مش وسخ ولا حاجة لستك كنا عاملينه في نفس اليوم يعني تمام آآ فيلا كده بعد ما خلصت الموعين بشتف بمسح الرخامة يعني حوالي بالفوت دي حلوة جدا 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 هي استعمال كذا مرة تحستوها زي الورق فانا بشتفها بشوية سابون وبعصرها وخلاص كده وهدخل بقى على الارنبيت نشوفه استوى ولا لا هنا كان الارنبيت استوى اللي هو يعني استوى بس مش مهري فاهمين فهدفع عليه واصفيه من المياه وبعد كده هنزله في الاسمه اي دي في الخلطة اللي هنا عملناها بس انا هنا مش هقلي معاكم لان انا بجهز الاكل بالنهار وبتاع مش بنعمل اكل اكل غير لما يجي جوزي بالليل من الشغل يعني انا ممكن بالنهار باكل ساندوشات باكل اي حاجة يعني ممكن ماكلش اصلا وافضل مستنيان فانا هنا كنت خلاص بفنش الفيديو اه يعني جهزت الاكل كله وبحس يجي هو بالليل نسخن العز نقل الارنبيت ونعمل سلطة وخلاص كده فاهميني فهنا كنت اه هتبلهم وحطهم في علبة بلاستيك وهاشيلهم في التلاجة بالليل الاقل اللي منه قطعتين تلاتة اربعة والباقي هاشيله في الفريزر ليوم تاني اه بصي جوزي ممكن يأكل الاكل بايت بس ما يحبش يأكل الاكل يومين وارا بعضا فاهميني يعني نخلي باقي الارنبيت مثلا يومين تاني مش بكرة لا يومين بعد كده فهنا انا بسقط الارنبيتة كده والعجينة بتفضل عليها مش بتنزل لانها قوامها مناسب هفضل اعمل كده بنفس الطريقة وهاشيلهم في العلبة زي ما قلتلكم اه اتمنى يا جماعة تحطوا لايك للفيديو واتمنى انكم تجربوا الوصفات دي بجد حلوة جدا وعايز اقول لكم معلومة انتو شايفين يعني الفيديو بيبقى عشر دقائق تمان دقائق اربعتاشر دقيقة خماتتاشر دقيقة عايز اقول لكم ان الفيديو الريتنات ده بيتصور على يوم كامل يعني انا بمنتج ممكن يبقى الفيديو ست سبع ساعات فاهميني وانا بسرع واعمل اه زبيد وكده عشان ما يطولش عليك ويعني ما تستسهلوش الريتنات الريتنات دي متعبة في شغل البيت متعب وفي اني بتمنتجي متعب جدا وبعد كده بتحطي صوت وساعات بعد ما تسجلي تلاقسه تفصل وساعات بعد ما تسجلي تنسي تدوسي حفظ للفيديو فا وطبعا باقت نت مأهولة يعني الفيديو الواحد ممكن يكلفك 100 جنيه عشان ينزل على اليوتيوب فالموضوع صعب فبتمنى انكم تحطوا لايكات الفيديو لو جاب لايكات كتير هتشجعوني ان انا نكمل عايز اقول لكم ان انا لما بلاقي كومنتات حلوة على فيديو بتشجع ان انا صور تاني لكن انا مش بلاقي تشجيع ولا لايكات ولا كومنتات بصراحة بكسله بقول لي اقوم واتعب نفسي وانا محدش بتفرج علي اصلا ولا بيشجعني عايز اقول لكم ان انا بعمل اكل وبعمل روتينات وبعمل هدوم وبعمل كل حاجة كل يوم بس مش برضه صور لاني مش بلاقي تشجيع فاتمنى بجد الفيديو ده عشان تعبت فيه اتمنى انكم تحطوا لايك وتشتركوا عندي وتكتبوا لي كومنتات تشجعوني فيها عشان اعمل لكم اكل صيامي اكتر من كده معلش تستحملوني الشهرين دول ان الاكل كله نباتي وصيامي وفيش لحوم مفيش افتكاسات يعني هتوحشوني جدا 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 باي باي يا حلوين